موسيقى حلقة جديدة من منشط أحمر معي أنا ريمان عيسي نبدأها بأبرز منشط موسيقى قطعات من الجيش العراقي تنتشر في محيط سجن أبو غريب غرب بغداد وإجراءات أمنية مشددة عند سيطرة السقور باتجاه المدخل الغربي للعاصمة موسيقى سياسة التهويل الدعائي وبث الإشاعات لم تعد تنطل على أحد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي محذر من محاولات إحداث الاضطرابات على يد مرتزقة لا مكان لهم في العراق موسيقى وفي أبرز منشطاتنا بالتزامن مع موجة برد هي الأقصى منذ أعوام سخط شعبي واسع من تجدد أزمة الطاقة في العراق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ترفع شعار كهرباء أكثر لا كتلة أكبر مائة وثلاثة وعشرون قتيلا حصيلة أربعة أيام من الاشتباكات بين قسد وداعش في محيط سجن جويران بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا موسيقى أهلا بكم في عام 2022 وما يزال العراقي يعاني من نقص حاد في تجهيز الكهرباء هذا الملف الذي أرق العراقيين على مدى سنوات تحول إلى هم يرافق المواطن في كل وقت شتاء كان أم صيفا وفي الوقت الذي ينشغل فيه السياسيون في البحث عن الكتلة الأكبر يبحث العراقيون عن كهرباء أكثر وما أن يذكر اسم الكهرباء يذكر الفساد 80 مليار دولار أنفقت منذ 2003 ولغاية الآن مبلغ يكفي لإضاءة دول بأكملها لكنها لم تكفي لسد حاجة العراقيين من الكهرباء فأين ذهبت؟ نتابع التقرير ونعود لنجيب عن هذا السؤال الذي تحول إلى لغز يصعب حله بالتزامن مع موجة قطبية هي الأكثر برودة منذ عقود يعيش العراقيون أياما حالكة بلا كهرباء وبوسائل تدفئة بدائية بعد تراجع حاد في ساعات تجهيز الطاقة حتى أصبح عنوان العراق بلا كهرباء يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هشاشة المنظومة الكهربائية في البلاد التي انهارت أمام الموجة الباردة وعاشت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى ليالي حالكة الظلام بعد أن توقفت جميع خطوط إمداد الطاقة من الجانب الإيراني ما أدى إلى انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء إلى ما دون الأربع ساعات وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بهاشتاغ كرباء أكثر لا كتلة أكبر احتجاجا على الواقع المتردي للمنظومة الكهربائية وتسأل الناشطون عن مصير نحو 80 مليار دولار أمريكي أنفقت على ملف الكهرباء في العراق منذ 2003 ولغاية الآن في وقت ما يزال فيه العراقيون يعانون من الانقطاع المستمر للطاقة خصوصا في مواسم انخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي زاد من معاناة المواطن على مدى السنوات الماضية والحالية فضلا عن حجم الأضرار البيئية التي تخلفها أكثر من 3000 مولدة أهلية تقبع وسط الأحياء السكنية وأكد مدونون في تغريدات صاخطة أن العراق هو البلد الوحيد في العالم الذي أنفقت حكوماته السابقة مليارات الدولارات لتوفير الكهرباء لكن شعبه ما يزال يستخدم وسائل التدفئ البدائية حتى الآن مؤكدين أن حجم الفساد والهدر في قطاع الطاقة في العراق هو الأكبر في التأريخ ورغم أن العراق لديه الإمكانيات والموارد والحلول لتحسين هذه المنظومة وإنهاء أزمة الكهرباء بشكل تام إلا أن غياب الاستراتيجيات والمشاريع الاستثمارية يحول دون ذلك ويتمتع العراق بإحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي لكن عدم وجود بنية تحتية مناسبة لمعالجته يؤدي إلى حرقه بكميات كبيرة في وقت جاء العراق كثاني أسوأ بلد في العالم من حيث حرق الغاز وفقا لتقارير دولية ينضم معي في هذا الملف الناشط البصري محمد الياسري عبر سكايب وأيضا ناشط رائد الشرقي من بغداد والخبير الاقتصادي ناصر الكناني أهلا بكم وأبدأ معك رائد يعني بين 80 مليار دولار أنفقت على منظومة الكهرباء في العراق وبين وضع سياسي وانقسام سياسي يغرق المواطن العراقي بظلام دامس السؤال اللغز الذي أرق العراقيين من يستطيع الإجابة عليه أين ذهبت هذه المليارات نعم رائد تسمعني رائد وصلك صوتي يبدو أن الناشط رائد الشرقي ليس جاهزا معي أنتقل إلى الناشط البصري محمد الياسري محمد إن كنت جاهزا معي حبذا لو تجيب على السؤال الذي سألته على رائد أين ذهبت المليارات التي صرفت على الكهرباء ولماذا يعيش المواطن العراقي ونحن اليوم في 2022 تحت ظلام دامس أنا راح الصوت عندي يبدو أن الناشط محمد ليس جاهزا معي من الواضح أن السيد ناصر الكيناني سيد ناصر تسمعني سيد ناصر سيد ناصر نتحدث ونفتح اليوم لفء الكهرباء حيث غرقت بغداد ومحافظات أخرى يوم أمس بظلام دامس وعاشت ليلة ظالمة بسبب انهيار المنظومة الكهربائية في العراق وهي أزمة متكررة وتتجدد دائما عند أي خلال فني لهذه المنظومة أنفق على المنظومة الكهربائية منذ 2003 وحتى اليوم حوالي 80 مليار دولار لغرض تحسينها لكن لم يلمس المواطن أي فرق حتى هذا اليوم أين صرفت المليارات ولماذا لا يوجد كهرباء في العراق قحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام فيما يخص موضوع الكهرباء بصراحة هي بتلك منذ اليوم الأول لاستلام الوزراء هذه الوزارة اللي هم يعني عندهم طبعا بالمناسبة في عام 19 كان أكو استضافة أو يعني تحقيق طلب البرلمان مع سبع وزراء لكن لم يتم هذا وما عرف يعني سوفوها في وقتها الوزراء هم اللي يتناووا على الوزارة بداية دكتور أيهم السامرائي من 9-9-2003 لغاية 13-5-2005 المهندس محمد شلاش من 13-5 لغاية 18-5-6 الغاية 18-5-2006 كريم واحد من 19-5-2006 لغاية 21-6-2010 حسين الشهر الثاني هذا البرلمان كبير طبعا الكبير 19-6 لغاية 2010 لغاية 2010 لغاية 2011 لا أنا رأيت حتى تعرفين كل واحد في وقتها لقد هدر أموال طابع المهندس رحض الشلاش مرلاق من شهر 11-2-2011 لغاية 21-8-2011 يعني هذا ما طوال 6 شهر كريم أفتان الجميني من 11-10-2011 لغاية 9-4-2014 قاسم الفهداوي من 10-9-14 لغاية 18 طبعا له هي الخطيب طبعا هذا السلم من 18 لغاية 20 وبعده إجا ماجد السلم من 20 لغاية الآن أسا دا نحكي عن منظور الكهرباء قبل ما يستلبون الكهرباء عامة 23 كان عندنا سلبة 71 تلاف ميجاوات نعم فقط سيد ناصر اليوم إحنا الإراقيين نصبح عندنا أود أن أنوح على هذه الأرقام التي عرضتها وأقول بأن هذه الأرقام وحقائق الآن عرضت في منشط أحمر وعبر شاشة الشرقية نتمنى على السلطات المعنية والجهات المعنية التحقيق فيها تفضل تابع نعم في عام عفوه استلمت في عام 2003 بعد عام 2003 استلمت الوزارة بحدود 7300 قوات بالوقت اللي كان العراق بحدود 25 مليون نسمة اليوم العراق وصلت عند الأربعين تقريباً أربعين مليون نسمة وأيضاً صار عندنا مشكلة كبيرة بالزخم في المدن طبعاً من كل ندا نحشي على هذا الرقم 7000 كان كثير من القرى والأرياف ما بيها كهربا زحفه والقرى والأرياف للمدن طبعاً وإيضاً في مناطق عشوائية ومنهم سكين ومنهم يعني أشكال اللي إذا شوفوها تعرفوها لأن حصة بغداد كانت الأكثر حالياً بغداد كانت تستوعب ثلاثة مليون نسمة اليوم بيها عشرة مليون نسمة بغداد تستوعب 200 ألف سيارة بيها والضبط اليوم خمسة مليون سيارة أنا قلت ثلاثة مليون وسيد مدير عام المرور قال لا خمسة مليون وظهر ضاف لها دوائر الدولة بالإضافة إلى الوافدة من المحافظات الأخرى أستاذ أن نحكي على موضوع الكهرباء اللي هي بدناك اليوم لغاية اليوم لماذا لحدها اليوم مش قد عندنا كهرباء استلموا سبعة اليوم عندنا بضبط 17 ألف ميجاوات يعني معناتنا زادت عندنا 10 ألف ميجاوات أيضاً العشرة ألف ميجاوات هي ليس أنه منها أربعة من دول الجوار نحن ساحبها أو من جارة إيران يعني ما معناتنا بضبط عندنا 6 ألف ميجاوات ونصرف عليها 84 مليار دولار من ذاك التاريخ لهذا التاريخ بفترة الوزراء ذو بنذيج نقسمها نقسمها على الجماعة بأكملهم كريم محيد والشهرستاني اللي قال السيد المالكي قال راح نبيع كهرباء إن شاء الله الحمد لله بيعنا كهرباء هوايا وجل العراقونها كثير نعم المشكلة الكبيرة اللي دلقيها اليوم بالكهرباء هي مشكلة الوزراء اللي كل الوزراء تعبعين لكتلة سياسية معينة هاي الكتلة السياسية لا تأتي بالوزير على أساس الكفاءة وإذا تتبيع على أساس الكفاءة تتدقل في عمله لغرض إبرام عقود وقسم منها وهمية وقسم منها أخرى طبعا الكثيرون تعرفون الفساد اللي جرى في هذا بدنا نحشي على لحد الآن 6,000 ميقوات 84 مليار دولار صارف عليه هناك موضوع آخر أنا بصراحة أريد أن نوها من خلال قناة كروم اللي هو المولدات الخارج اللي جنابك حسنا نوحت عليها 3,000 عفو 3,000 مولدة عندنا لا أكثر من هذا العدد على عموم العراق أكثر من هذا العدد بالمناسبة إحنا صرفنا قاز أويل فقط فقط ديزل لهذه المولدات بحدود 24 مليار دولار يعني إذا أضيفها 24 زادة 84 إذا كان يصير عندنا 116 مو بضبط 116 مليار دولار صارفين على الكهرباء وليحدنا أنها ما عندنا كهرباء نعم إذن المشكلة وين المشكلة تكمن تكمن مثل ما قلنا تكمن هذه الوزارة لا يأتي على أساس الوزير لا يأتي على أساس الكفاءة بل يأتي على أساس أنه يسرق أكثر أشكر على هذا الطرح وهذه الأرقام التي طرحتها عبر منشت أحمر وأعيد وأكرر مجددا أن هذه الأرقام نحيلها مباشرة إلى الجهات وسلطات المعنية للتحقيق فيها لا أدري إن كان الناشط رائد الشرقي أصبح جاهزا معي أرحب بك رائد مجددا في منشت أحمر وربما استمعت إلى مقاله السيد ناصر طرح أرقام وحقائق تتعلق بملف الكهرباء وزراء تعاقبوا أموال استهلكت في سبيل تحسين المنظومة الكهربائية لكن المواطن العراقي لم يلمسأل أي شيء بسبب الفساد السياسة وأيضا موضوع المحاصصة وغياب الكفاءات وغياب الاستراتيجيات إلى أي مدى أنت كمواطن عراقي وكناشط مدني تعتقد أو تربط الموضوع إلى حد كبير بالفساد المستشري في مفاصل الدولة نعم مساء الخير عليكم وعلى مشاهدين قناتكم الكريم والضيوف الكرام نعم مختلع عزيز اليوم 80 مليار دولار التي صرفت على الكهرباء اليوم لو أكو بالفعل تخطيط صحيح وأكو بالفعل عمل صحيح 80 مليار دولار عفوا أجهز بها الشرق الأوسط كل كهرباء اليوم حقيقة إحنا نستغرب كشعب عراقي اليوم إحنا بلد نفطي أكثر شيء وعدنا النفط وميزانيتنا معتمدة عن النفط ونحتل المرتبة كذا عالميا بإنتاج النفط ليش نروح نستورد غاز من دولة جارة أو ليش نستغرب وشديد الاستغراب وأمر آخر أن وزارة الكهرباء تروح تستورد توربينات لإنتاج الطاقة الكهربائية تعمل على الغاز السائل وأنا غاز السائل ما عندي ليش ما يستوردون توربينات تعمل على النفط الأسود وأن النفط الأسود موجود عندي وصل البرميل في فترة وفترات إلى 12 و 13 دولار يعني هاي مشكلة شبيرة ليش صار أننا إحنا اليوم هاي كلها أسئلة نسأل عليها ليش صار أننا إحنا اليوم عقديا من الزمن عشرين سنة ما عرفنا نستورد فد مصافي لتكرير الغاز السائل هذا الغاز المتطير من المصافي اللي الدورة بيشعلها مشتعلة اللي البصرة كلها متوهجة بالليل اللي تشوفين الغاز كل هذا يطاير ليش مدى نستثمر هذا الغاز ونجهز به ليش معتمدين على دولة جارة هذا أنا أشوفه حقيقة كلها بسبب ضعف الحكام السياسيين وكلها بسبب المحاصصات الطائفية وكلها بسبب غياب الخطط الستراتيجية اليوم كل حكومة تيجي ما عدنا خطط مستقبلية لأي حكومة تيجي تنجبر تشتغل بهذه الخطط اليوم عدنا خطة إذ إن وجدت لمدة أربع سنوات بس بس نكمل هذه الدورة الانتخابية ووراها الحكومة تيجي وراها تنسف كل شو تبدي من جديد على أساس تشتغل ما يكو خطط طويلة الأمد لمدة خمسين أو ستين أو مئة سنة ما يكو خطط عشرية لمدة على أقل عشر سنوات يعني اليوم ثمانين مليار دولار هذا رقم مهول هذا هذا رقم مهول واليوم المواطن العراقي يريد الصبح يغسل وجهه بمي حار ماكو ميلقة ما تقدر تشغل أي جهاز تدفع الكهرباء ما تقدر نهائيا كهرباء ماكو يعني أكو بلد اليوم بلد شن اللي ينقصنا إحنا وقود موجود عندنا ليش مدى نولد كهرباء مدى نولد كهرباء بسبب ضعف الخطط وبسبب السرقات والحكومات التي نعتبرها أشبه بالمافيات التي مرت على حكم العراق وملتهين بالسرقات وماكو أي خطط هل تعتقد رائد بأن الموضوع من العلماء والمفكرين العراقيين ممنهج رائد هل تعتقد بأن الموضوع ممنهج هناك من يريد أن يبقي العراق والعراقيين في هذا الظلام وهذا الغياب للكهرباء ونحن كما قلت في العام 2022 نعم رائد تسمعوني الصوت الصوت راح نعم رائد سألتك هل تعتقد بأن الموضوع ممنهج نعم أنا سمعت نص السؤال أنا أعتقد من وجهة نظري من وجهة نظري أن مشكلة العراق من وجهة نظري أن مشكلة الكهرباء في العراق هي مشكلة أيضا مشكلة سياسية بحتة أكو بعض من الدول وبعض من السياسيين الموجودين هنا يعملون لمصالح دول جوار لا يريدون الاستقرار للعراق وموضوع الكهرباء يعتبر لازمين كعصى لإذلال الشعب العراقي وإلا ما من الممكن نهائيا أنه صار عقديا من الزمن لمدة عشرين سنة والكهرباء مدى نلقالها حل وحلها جدا سهل وجدا بسيط الكثير من العلماء العراقيين الذين هجروا والذين الآن عيشون في دول مجاورة الكثير من العلماء العراقيين طرحوا حلول لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي ومعالجة رداء الكهرباء ولكن لا يوجد كنت رح أسألك عن هذا الموضوع أي من يسمع لهم وأي من ينفه لهم طبعا الصوت ما عندي الصوت رح مدى أسمع لا أدري إن كنت تسمعوني الآن بكل أحوال كنت أريد أن أسألك عن موضوع الحلول هناك حلول والعراق يمتلك الموارد والإمكانيات النفطية وإمكانيات الغاز أيضا وأيضا الإمكانيات المادية والموارد البشرية للنهوض بالمنظومة الكهربائية وهناك دائما حلول تطرح عبر خبراء وعبر اقتصاديين وأيضا مبادرات من دول الجوار وكان هناك مبادرة ربط أعتقد السككي بين الأردن ومصر والعراق من أجل موضوع ربط الكهربائي مع دول الخليج أيضا لكن حتى هذه اللحظة لم نلمس أي بوادر المضي في هذه الحلول هل هناك من يعطل مضيء العراق في الحلول هل تعتقد أن الموضوع خارج الحكومة العراقية وخارج حدود العراق نعم بالتأكيد بالتأكيد وإلا مشكلة الكهرباء ستكون قتلت أنه عقديا من الزمن معقولة لحد الآن ما لقوا حل حلها بسيط وحل الكهرباء موجود أنا اليوم كمواطن عراقي ما أعرف بهاي الأمور وما عندي ذاك الاطلاع ولكن أصغر مواطن بدأ يعرف التدخلات الخارجية في موضوع الكهرباء اليوم الموضوع جدا سهل نستور التوربينات تشتغل عن نفط الأسور نقدر نوفر كهرباء ونمشي الأمور أو نجيب معامل لتكرير الغاز السائل ونقوم نزود المحطات مارتنا بالغاز إذا كان أكونا وقص بالوقود نقوم نجهز المحطات مارتنا الكهربائية بالوقود وما أقوم أعتمد على دولة جارة أو نربط لماذا نربط اليوم مع إيران أربط مع دول الجوار الأخرى أربط مع دول جوار العراق أخليلي ساند خط ثاني وآخر من قطعة علي الكهرباء منها أقدر أولد من دول جارة أخرى من الأردن أو من السعودية أو بفق الاتفاقات ليش مخلين خبزتنا بإيد واحد وأنا أمتلك كل الموارد يعني هذا السؤال حقيقة عجيب غريب يعني هذا السؤال يقودنا إلى موضوع ونكون جازمين به أنه مشكلة الكهرباء هي مشكلة سياسية بحتة للضغط على الشعب من أجل مصالح دول أخرى نعم إذن مشكلة سياسية بحتة ويعني دور خارجي ربما بموضوع الكهرباء دائما نتحدث عنه سيد ناصر هناك يعني دور إيراني في موضوع الكهرباء ودائما ما يعني يكون أو تكون المنظومة الكهربائية في العراق هي رهينة للغاز الإيراني برأيك ما أبعاد وحجم هذه الأزمة اليوم واعتماد العراق بشكل كبير من خلال يعني الكهرباء على الغاز الإيراني وهو يعني يمتلك غاز طبيعي يحرق بشكل يومي شكرا جزيلا مرة أخرى فيما يخص موضوع الغاز احنا عدنا مصنع للغاز اسم البي جي طبعا هو ثلاثي قصد بي البي جي اللي هو بالبصرة اكبر مصنع كان اول شحنة منه سنة الواحد وتسعين على اساس تصدر الى ان صار اللي صار علينا ذاك الوقت ومضرب العراق وتوقفت عبدالي التصدير معمل شغال وجاهز لكن لم يديره احد من عام من واحد وتسعين لغاية اليوم معمل جاهز متكامل شرق غرب يهم بالمناسبة اللي انتاج البي جي يعني معنات انتاج الغاز الطبخ السائل اللي هو احنا نستعمله وقود للسيارات ممكن ونستعمله وقود ايضا للطهي بالاضافة الى هو ممكن احنا نستفيد منه لتوليد الكهرباء انا عندي شغلة بصراحة خليحش عنها تفضل يوم من الايام احنا في زمن كريم وحيد تصل بي اق من المحافظة البصرة قال احنا عندنا لقاوة السيد الوزير ملكي تجي ويانا فرح تاني حضار ويانا وجاء الوفد من البصرة الاخوان اللي جاء من الوفد البصري يعني ما تلكون ذي المعلومات الكافية ف لمدة ثلاثة طاولت عملية اللقاءات بيننا وبينهم وبين ووزارة الوزارة طبعا السيد الوزير جاء في وقتها الوكلة والمندراء العامين اللي هم طبعا هنا الكهرباء تكمن بتلاثة اللي هو الانتاج والنقل والتوزيع طبعا هناكو مشكلة كبيرة جدا احنا كانت بلاكة تاريخية بالانقطاع الناقل والوائرات الناقلة انقطاع بها فهنا كانت تكون مشكلة شون نعالجها طريقة العلاج طبعا بالمناسبة المحط كتابة اللي هو كان الاخ الله فك عسره اللي هو رعت كان وكيل الوزارة بلاكة تاريخ أو مدير عام الله ما ذاكر يعني بلاكة تاريخ دلاشة عنها نعم قريقة قعدت بالصدفة جنبه المحط مكتوبة إذا أردنا يعني يكلفها الكلفة مالتها بالضبط 8.5 كيلو واط ساعة نعم يعني كل كيلو واط ساعة يكلف 8 سنتات فاصلة 5 يعني 8 سنتات ونص وضحات طبعا هنا في وقت الجامل وشركة تمطيهم الكلو واط ساعة ب5 ونص سنت خيل يعني 5 ونص سنت ون 8 ونص فقط اختصارا للوقت طبعا نقل لهذا وبعدين رفضت بالمناسبة نعم رفضت الشركة رفضت الشركة اللي جاية على كل حال موضوع الثاني هذه القرارات وهذه التصلفات الطاقة البديلة الطاقة البديلة لماذا لماذا رفضت هذه الشركة أكيد فساد أكيد 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 سبب فساد طيب هذا اللي أحكي على موضوع آخر المهم لا فقط رح أسألك طاقة الشمسية بالضبط تكلف 3 سنت قدون 3 سنت نعم رح أسألك سؤال يعني مرتبط بالسؤال كي لا أخرج عن هذا المحبر سأناقش معك الحلول لأزمة الكهرباء أيضا في سياق هذه الحلقة رئيس الغزراء مصطفى الكاظمي خلال اجتماعه بأعضاء خلية أزمة الكهرباء في يوم 3 يوليو 2021 تساءل عن أسباب اكتفاء الحكومة طيلة 17 أو 17 سنة ماضية فقط على الربط مع إيران هل هناك أسباب منطقية هل هناك فعلا حاجة للعراق لأن يعتمد على الغاز الإيراني طيلة 17 سنة ماضية مثل ما قال الزميل قضية سياسية طبعا عن لسان اللي اسمعتها من وسائل الإعلام قيل فيه وقت السيد المالكي فطلب من الأمريكان قال له شنو اللي تريد زارة مالتا الأولى يعني بسنة 2006 قال له مريد الأمن والكهرباء فقال له الأمن يعني أوكي نسوي لك الأمن بس كهرباء لا تسأل عنها تخيلي من عام 2006 هاي الأمريكان يقولون للسيد المالكي الكهرباء لا تسأل عنها حاولوا بأي طريقة من الطرق إلا أن طبعا كلها فات بالفشل من ضمنها طبعا تخيلي تخيلي محركات روز رايز يجيبوها لحد الآن قد يكون موجودة مشمورة بالبصرة بالمخازن لتوليد الطاقة لحد الآن مشمورة العقد أكو عقد آخر في زمن كريم محيط يتعاقد على تجهيز ويتعاقد على تنصيب تنصيب من شركة والتجهيز من شركة أخرى طبعا هذا لا يمكن إطلاقه فيما يخص موضوع التوليد الكهرباء يعني من يكون أكو خطأ المنصب يقول سوشيال منجهز والمجهز يقول سوشيال منصب وهنا يضع علينا المشكلة الكبيرة يضع علينا طبعا الخسائر اللي احنا في وقتها مثلا من يكون أكو عطل يفترضك وصيانك وكذا فيفترض هناك تتجيب مجهز هو مجهز وهو مصنع في نفس الوقت لا تستورد المواد وحات ويجيب مصنع العفو المجهز العفو المجهز والمنصب يجب أن يكون المجهز هو منصب تمام حتى لا يضع عليك الفترة العفو الحماية وضحت على الفكرة رأت المشكلة التي نحكي عنها هي قضية سياسية من ذاك التاريخ لهذا اليوم قضية سياسية رح أنتقل بهذه النقطة إيران طبعا بالمناسبة تتنطير أكثر من هذا الرقم نعم تتابع فكرتك إيران تعطي أكثر من هذا الرقم سيد ناصر إيران تتبيع أكثر من هذا الرقم بالمناسبة قبل هذا الشهر المضاء الصور كان مطلوب إيران يطلب العراق بحدود 7 مليار دولار حوله لها اللي هي للغاز واللكهرباء صحيح تم سداد الديون لماذا قطعة الكهرباء طبعا قطعة الكهرباء منذ هاي الأيام لفترة هي قطعة الكهرباء من منبع من إيران صحيح قطعة الكهرباء وهذا ما جاء في بيان وزارة الكهرباء يقطعوا الكهرباء بحل الكهرباء وأيضا الغاز في نفس الوقت المرضوع له ارتباطات سياسية فقط سيد ناصر اللي يضيق الوقت دعني أناقش هذا الموضوع أكثر مع الناشط رائد رائد يعني دائما الموضوع له جنب السياسية يتعلق بالسياسة وبالمحمحكات السياسية وأيضا بهيمنات ربما دول على الوضع في العراق اليوم هناك توقيت سياسي حساس في العراق العراق يسعى لتشكيل الحكومة يسعى للنهوض مجددا في طريق البناء وهناك الكثير من الأحلام وكثير من الطموحات تقع على عاتق الحكومة المقبلة هل تعتقد أن أزمة الكهرباء التي أحدثت أو فعلت في هذه الأوقات ترتبط بالتوقيت السياسي الحساس الذي يمر به العراق نعم بالفعل أختي العزيزة يعني خلي أحكي لي في هذا موضوع هو مراد في موضوع الذي نحكي به موضوع المستقلين الذي دخلوا إلى داخل البرلمان الذي نقول أمنا بهم شوفي بالنسبة نحكيها بصراحة عالية وأمام الجمهور أننا المستقلين أخذوا مقاعدهم من مقاعد الإطار إذا أجئت على جمهور التيار جمهور التيار ثابت هم أخذوا مقاعدهم من مقاعد الإطار الإطار التنسيقي الذي أغلب 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 لقادة الإطار معروفهم مدفوعين من أي جهة ومسنودين من أي جهة نعم نحن اليوم لماذا بالنسبة للمستقلين الذين دخلوا إلى البرلمان وعندهم عند مشكلة الكهرباء هي مشكلة أزلية رأت فقط دعني أتوقف لماذا لا أستلم بأيدي لماذا قاعد لمعارضة وصلت الفكرة دعني أتوقف عند هذا التقرير وعند هذه الإحصائيات والأرقام التي تتعلق بملف الكهرباء في العراق نتابع منفقنا 80 مليار دولار هدر ذهبت هدر وعندنا الكهرباء موجودة عيدة 89 مليار من عام 2003 إلى حد اللحظة المنطوب الصد الكهرباء وعتوفر من الكهرباء والأخماعات الشديد الفساد والفوضى خلت هالأموال تذهب بطريقة غير علمية 80 مليار دولار أنفقت على قطاع الكهرباء في العراق رقم يعادل موازنات دول بأكملها فما هي النتيجة ليال شتوية وصيفية حالكة على حد سواء لتصبح الفصول متشابهة على المواطنين بلا تجهيز ملموس للتيار الكهربائي ولم تشهد البلاد على مدى السنوات الماضية أي مشاريع تخص تطوير الطاقة الكهربائية نظرا لأن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة بشكل مستقر وهو إنفاق لم يصل إلى حل المشكلة من جذورها ولم يعالج شيئا على الإطلاق ويؤكد سياسيون أن معظم الوزراء التسعة الذين تولوا مهم إدارة وزارة الكهرباء منذ 2003 متهمون بملفات فساد وهدر مالي في التعاقدات مشكلات الطاقة تشغل حيزا كبيرا من مجمل معاناة البلاد وبقيت وعود تصدير الكهرباء التي أطلقها وزراء سابقون مثالا لتندر المواطنين ومنصات التواصل بين الحين والآخر ورغم ضخامة ما أنفق إلى أنه لم يطرأ أي تحسن في هذا القطاع فلا يزال العراقيون يعانون من تقليص ساعات تزويدهم بالكهرباء أناقش معك سيد ناصر ما ورد في هذا التقرير هذه الأرقام ويعني تداعياتها على مستوى دخل الفرد العراقي بسبب غياب الكهرباء وأيضا على الاقتصاد العراقي بشكل عام إلى أي مدى تضرر من غياب التيار الكهربائي وضعف هذه المنظومة شكرا جزيلا مرة أخرى فيما يخص موضوع التيار الكهرباء تعرفين كهرباء هي عمود الحياة يعني لأن الكهرباء لا تشتغل مصانع ولا تشتغل لحد لأننا لا توجد مصانع تعمل بسبب الكهرباء حتى المطاعم الصغيرة حتى أي شي ما عندنا يشتغل في زبير لسبب الكهرباء اللي معطلة كل شي الكهرباء طبعا المفصل الأول الحقيقي لتشغيل الدولة لإدارة الدولة بأكملها يعني لا يمكن الاستغناء عنها ما يخص الاقتصاد أكيد يعني كل المبالغ كل ما يصرف هو خارج الحقيقي فهو هدر للمال العام وهدر للمال العام بالنتيجة ينأكس على المواطن يعني لو لا هذا الهدر الكبير اللي صار يمكن دخل المواطن أكثر من هذا اللي إحنا به ما كان يوصل للعراق لا موضوع يرفع قيمة الدولار على الدينار العراقي اللي تقريبا 13% 23% هذا اللي كل المكان يكون لو لا موضوع أيضا عندنا بصراحة احنا مطلوبين لأكثر من 80 دولة 80 جهة فننطيب فائدة وقصة 13 مليار دولار سنويا نتيجة شنو نتيجة كل السرقات اللي موجودة والفساد اللي يستشرا في كل مفاصل الدولة نعم فدائما احنا منقول اكو كهرباء يعني الكهرباء احنا صنعناها وديحش مثل ما دايحش يستنرعها يقول بـ 8.5 سنت اذا يعني معنات انا اروح للطاقة البديلة اللي هي طاقة شمسية اللي يتكلف تصوري شركات تجهي على حسابها تنصب المنظومة وتبيع لك الكهرباء بـ 3 سنت اعني ايضا اكو موضوع اخر اللي هو مثلا اكو عمليات عفو مصانع يسموها تدوير النفايات تكرمون نعم ممكن هاي النفايات تدوير النفايات انا استفاد منها للكهرباء كل خمس تالاف طن العفو نفايات ينطيني واحد ميجا يعني ينطيني العفو الف ميجا يعني مع معنات انا اذا خليت في كل محافظة منظومة من هذا يدن احجع عليها فاذا يعني الف ميجا تكفي وتغطي المحافظة المعنية بس قد يكون بغداد يحتاج لكفر من هذا الرقم يعني لا تتوقعين يكون محافظة سعر عندنا 18 محافظة لو فعلا كل محافظة عبوا بغداد تركوا بغداد 17 محافظة اخرى نطيني كل واحد ميجا واط العفو الف ميجا واط يكفيها للمحافظة اذا هناك حلول يعني واضحة المشكلة نحن سننحشي بالضياعات عندنا ضياعات كثيرة بالنقل بصراحة بين فترة وفترة العمود الفلاني وقع بطريق التخريب بطريق الكذا من يوقع العمود وقعت الوائرات وهي الخطوط الناقلة طبعا بعد بينها معنا في هذا الوقت حاليا حتى الكهرباء ممكن تشغلها بدون عمدة ولا تمديد كلها على الطريق طيب لا أد يعني تجل رجل حد هي واصلة هسا عندنا عندنا مصدر مصدر ممكن نستعمله اللي هي طاقة شمسية لثلاثة سنت وإذن في موضوع تدوير النفايات أقل من ثلاثة سنت وضبطوا خلاصة تنتمي النفايات كبيرة وصلت الفكرة رائد يعني حلول كل سهلة وبسيطة ما تستوجد صحيح هناك حلول رائد ويعني دائما ما هي تطرح عبر منشرة أحمر وعبر شاشة الشرقية نيوز لكن لا يسمع ولا يؤخذ بها لهذه الآراء رائد يعني كون الحياة بحاجة إلى كهرباء اليوم ولا يمكن أن تفعل شيء من دون كهرباء وهي حاجة أساسية كما تفضل السيد ناصر ما حجم معاناة المواطن العراقي اليوم من دون كهرباء وكم تكلفه البحث يعني ماديا كم يكلفه يوميا عندما يأخذ يعني كهرباء بديلة يأخذ أمبيرات أو مولدات كهربائية نعم اليوم العصب الرئيسي في الحياة هي الكهرباء الكهرباء هي صارت الوقود لكل شيء تجي على اليوم أصحاب المولدات الأهلية اللي حسب ما ذكرتوا بتقريبكم التالاف مولدة أو هي شيء أبو المولدة يقول لك أنا إذا أشغل معدل يومية 23 ساعة إلى 22 إلى 23 ساعة يعني كهرباء وطنية تجيك ساعة وحدة باليوم فأبو المولدة سيأخذ من عندك ما يقارب إلى 25 ألف عراقية يعني بحرود العشرين دولار عشرين دولار تدري أنت بس شهريا تدفع إذا كنت ساحفة خمس أمبيرات رح تدفع مئة دولار أبو المولد وخمس أمبيرات شرح أشغل لك على قد إنارة صوبة لا تقدر تشغل بها راح تنوب راح تندار على الصوبات النفطية الصوبات النفطية وإحنا بلد نفطي آح تروح تشتري العشرين لتر مال النفط بما يقارب لترو 750 دينار عراقي يعني هذا مشكلة كبيرة يعني أنت بس بالشهر الواحد بالشهر الواحد تصرف على الكهرباء بس الكهرباء الواحدها راح تصرف لك بحدود 300 إلى 400 دولار زين العائلة العراقية اللي ماعدها دخل شلون راح تعيش زين ليش هذا التوقيت بالذات الكهرباء دهورت ونزلت إلى أدنى مستويات ليش بهذا التوقيت بالذات ليش بتوقيت تشكيل حكومة ليش كونما تصير مشكلة سياسية ينضرب عندنا برج أو ينضرب عندنا محطة أو قبل فترة أن قطعة الكهرباء في عموم العراق رائد دعني أتوجه بسؤال أخير يعني هذه الأمور كلها لسيد ناصر سيد ناصر اليوم في حال أنفقت يعني وأريد منك جواب مختصر في حال أنفقت هذه الثمانين مليار دولار على المنظومة الكهربائية في العراق كان العراق بأي حال من حيث الكهرباء لو تم فعلا العراق أنفق هذا المبلغ اللي هو 84 مليار وليس 80 مليار بالإضافة إلى 24 مليار ديزل للمولدات يعني معنات 116 مليار دولار اللي إحنا فقدنا خلال هذه السنوات لو فعلا نصار فيها على الكهرباء فقط لكان ممكن إحنا نبيع للدول الجوار ونسوي إيراد آخر كإيراد النفط وصلت الفكرة أشكرك جزيل الشكر الخبير الاقتصادي ناصر الكناني كنت معي من بغداد وشكر موصور إلى ناشط البصري محمد الياسري وعفوا الناشط رائد الشرقي شكرا جزيلا لكم السوشال ميديا لم تغب معنه مشكلة الكهرباء وغرد العراقيون حول هذا الموضوع سخطا وغضبا من واقع المنظومة الكهربائية التفاصيل أكثر لدى مروة عرب إليك مروة شكرا جزيلا لك ريمة ولضيوفك الكرام السخرية كانت واضحة جدا في تغريدات العراقيين اليوم على واقع الكهرباء مرحبا بكم مشاهدين في هذه الجولة الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وملفنا لهذا اليوم وهو تكمل لما ذكرته ريمة وضيوفها ذو شجون هو إنه ملف الكهرباء الذي تحول مادة للسخرية والتندر بين العراقيين الذين يعني عن إيجاد حل لهذه المشكلة المزمنة حاولوا كثيرا وعلى مدى سنوات نبدأ من شهد التي قالت ساخرة على تويتر كمواطنة عراقية أسكنوا في العراق أكبر همومي في سنة 2022 هو الحصول على كهرباء هاشتاغ أريد كهرباء دينا إبراهيم أيضا قالت أبو السحب قام يطف الموالدة استراحة لأن الوطنية من الصباح ماكو الناس رجعت تاكل على ضو اللايت وتحمي ماء القولة أو الطباخ 2022 والعراق كهرباء ما عنده شكرا لكم حكوماتنا هاشتاغ أيضا أريد كهرباء أما باسل فقد كتب على تويتر والله قهر بقيمة 6 مليار يورو فقط بنت شركة سيمينز ثلاثة محطات كهرباء عملاقة في مصر تنتج 14.4 ألف ميجاوات من الكهرباء خلال سنتين سعر المحطة الواحدة التي تنتج 4.8 ألف ميجاوات هو 2 مليار يورو ووفرت الكهرباء لـ 15 مليون مصري كان محروم منها بالإضافة إلى 20 ألف وظيفة فعلا من حقه أن ينقهر على هذه الحال في العراق بينما يقارن أيضا الحال في مصر وكيف تم توفير الكهرباء بدون فساد إلى حسابي سمي نفسه عراقي يقول إلى متى تبقى الكهرباء مستعصية وملفها عش للفساد والفاسدين إلى متى نبقى تحت رحمة الجارة الفلانية وغيرها هاشتاغ وزارة الكهرباء العراقية أيضا هاشتاغ كهرباء العراق أخيرا السمالين والتي كتبت بسخرية أيضا وشنو يعني يوم يومين بدون كهرباء ما تأثر شيء هيا بنا نجمع الحطبة من الغابة لكي نوقد النار المشكلة أيضا يا سماء أنه حتى الغابة هناك من استولى عليها وبدأ أيضا بحرق ونشر الخشب وشجار النخيل بكل الأحوال معنا الناشط النجفي طلال مجيد من بغداد مرحبا بك أستاذ طلال حضرتكم كناشط مدني وأيضا كشعب عراقي اليوم نعيش نحن في العراق بلد الطاقة وبلد السروات الباطنية كيف تعلقون على حال الكهرباء المتردي هذا منذ 2003 حتى الآن أولا تحية طيبة لكم ولكادر قناة الشرقية ولمشاهديكم مرحبا بك بالتالي الكهرباء أزمة سياسية بحت مقصود منذ آبان السقوط وإلى يومنا هذا كيف بنا أن نتعامل مع ملف الكهرباء ونحن نسمع أن هناك هدر ما يقارب 80 مليار دولار بالتالي أين ذهبت تلك الأموال ومن المستفيد طبعا المستفيد جهات سياسية أنعشت بشكل كبير على مدار السنوات السابقة وكذلك الدول المصدرة للطاقة الكهربائية وكذلك للغاز المساعد في تشغيل المحطات الغازية هذا كله نراقب وعن كثب ومنذ سنوات ونعلم جيدا أن هناك هدر بالمال العام من أجل أن تبقى تلك الأحزاب منتفعة وكذلك تبقى تلك الدول المجاورة منتفعة وبالذات جارة إيران نعم هناك عدة مشاريع لإنشاء محطات غازية داخل العراق نلاحظ توقفها ومنها محطة المنصورية التي أنشئت في محافظة ديالة وكان باستطاعة العراق ومحافظة ديالة أن تنتفع منها ماديا من خلال تشغيل الموارد البشرية وكذلك أن ينتفع منها أبناء ديالة من الطاقة الكهربائية والمدن المجاورة وكثير من مشاريع المحطات الغازية التي تم إيقافها وهناك سائل يسأل لماذا يصر البعض على إنشاء المحطات الغازية دون الذهاب إلى النفط الأبيض نعم كل هذه الأسئلة تطرح لكن الجواب واحد يجب أن ينتعش الفاسد وكذلك من يمول العراق بالغاز وكذلك بالكهرباء المستمرة صحيح نحن نتحدث اليوم نعاني وخصوصا في مدينة النجف نعم نعم أستاذ طلال يعني هو العراق ليس أيضا متوفر فيه الغاز والنفط وأيضا الطاقة الشمسية النظيفة لا يتم اللجوء ولا لأي طاقة من هذه الطاقات بالعكس يتم استيراد النفط والغاز من الدول المجاورة وكما أشرت يعني هدر لأموال العراق طيب اليوم حالة التندر على مواقع التواصل الاجتماعي تفضل تفضل نعم المواطن في صخط كبير وهو يستهجن الأداء الحكومي المتعاقب على مدار سنوات عدة بالتالي نحن نملك كل الوسائل نملك الطاقة الشمسية التي تتوفر بشكل كبير وكذلك الغاز الذي يحترق بشكل مستمر على مدار 24 ساعة في حقول النفط الذي لا يمكن أن نستخدمه ونعمل على استيراد غاز بديل محمل بالسوائل يتعب التوربينات غير منقى ممكن أن يسببنا مشاكل حتى في إنتاج الطاقة الكهربائية ومحركات الطاقة متعمدين بدفع أجور باهظة وهناك بدائل كذلك لاستيراد الغاز السعودية قالت لكم نملككم غاز نملككم بكهرباء ممكن أن نوفر لكم بأجور أقل لكن يتعمد البعض إلى الذهاب للاستيراد وما اللحظة الآن من القطاع بالتيارة الكهربائية هو ممنهج ومتعمد بشكل كبير أنا جئت من النجف محمد برسائل كبيرة ومناشدة إلى السيد مقتدى الصدر شخصيا انقطاع الكهرباء ثمان ساعات مولانا سيدنا هل كنت تعلم هل تعلم بأن الوضع المعيشي للمواطن أصبح في أسوأ حال بطل الزيت بثلاث تالاف دينار الشعب العراقي تعب من المناشدة طحين اليوم سعرها أربعين ألف بالتالي سعر الدولار مية وخمسين والنفط يباعب تسعين دولار وين المساندة للمواطن أما كان لأحرى بالحكومة وطبعا نحن ناجد سيد مقتدى على اعتبار الآن هو الكتلة الأكبر وذهب بحكومة أغلبية وعليه أن يستمع على الشارع العراقي علينا أن نكون على الأقل نقدم خدمة للمواطن من خلال تقليل الاستهلاك الذي حاصل عليه ارتفاع سعر النفط نعم الشعب العراقي ربما تعود كثيرا على المناشدات اليوم نجده يسخر من الوضع في حال الكهرباء وأيضا بكثير من الأوضاع على مواقع التواصل الاجتماعي دائما ما نجده يعني يسخر من هذه الأوضاع لماذا هذه ردة الفعل الساخرة هل هي بسبب اليأس وكثرة المناشدة ولا أحد يجيب نعم نعم المواطن المواطن محبط بشكل كبير لكن هذه المناشدة مهمة اليوم لسبب واحد أنه الكتلة الصدرية ذاهبة بحكومة أغلبية بالتالي عليها أن تتحمل مسؤولية ما يحدث للمواطن من عبل عليها أن تعمل على تخفيض سعر الدولار اعتبار النفط بـ 90 دولار وهذا ما أنهك كاهل المواطن العراقي بشكل كبير لكي لا نخرج عن الموضوع سيد طلال لو سمحت يعني نحن موضوعنا عن الكهرباء وعن تردي الكهرباء ويعني كنت قد أشرت هي عامل مهم نعم هي عامل مهم وهي طبعا يعني يعتمد عليه الكثير من الصناعات وأيضا المعيشة اليومية للمواطن لماذا يسخر المواطن اليوم من يعني الحال تفضل على مواقع التواصل الاجتماعي نعم لأنه لا يملك شيء من مقومات الحياة المواطن العراقي لا يمتلك أي شيء من مقومات الحياة بالتالي أصبحت الكهرباء العامل الرئيسي الرافض للمعيشة الكهرباء تتعلق في كل شيء في العمل في المنزل في الشارع في كل شيء تتعلق الكهرباء بالتالي آخر ما وصل إليه أنه المواطن الآن في مدينة النجف يفقد الكهرباء إلى ثمانية ساعات أنا ما أعرف المحافظات الباقية إيش قد تجهيزها كنا أدلينا بدلون لكن اللي عشنا الآن من حالات ظلام دامس وانقطاع للتيار وبرود قاسية جدا يعيشها المواطن بصورة عامة بالعراق وخصوصا في مدينة النجف جعلنا نسخر بشكل كبير من الأداء الحكومي وعدم وجود ثقة لذلك تجدين التواصل الاجتماعي وتويتر وكل ما موجود لاحظ المواطن يسخر بشكل كبير لعدم وجود ثقة متبادلة مع الحكومة في إنتاج الطاقة الكهربائية وكذلك الحكومة نفسها ليست لديها نية من أجل إيجاد محطات كهربائية ونحن لدينا أفكار ولدينا طموح ولدينا خطط من أجل أن ينتعش الوضع الاقتصادي لكن عدم وجود نوايا صادق على الطرف الآخر وعدم وجود أذهان أنتم كناشطين تتحدث كناشطين لديكم خطط نعم لدينا مشاريع إنتاج للطاقة الكهربائية لكن دون تدخل دول الجوار أو معرقلات من الداخل بالتالي لدينا مشاريع كثيرة في كل المجالات نستطيع أن نوفر كل شيء وبأثمان بخصة قليلة إلا أنهم لا يستجيبون شكرا جزيلا لك سيد طلال مجيد وعند الناشط النجافي كنت معي من بغداد وعود بكم مشاهدين إلى ريمة سؤال يا مروى أين الكهرباء وأين ذهبت هذه الأموال نصل إلى ختام ناشط أحمد لهذا اليوم أعدنا يتجدد يوم غد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر